العجول في العموم وفي عيد القطحة تحديدا بيبقوا عارفين كويس ان البشر لو مسكوهم هيتباحوهم وعشان كده ممكن احيانا وهي بتهرب تعمل حاجات ما تخترش على بال بشر العجل ده مثلا اكتشف بالصدفة ان في حمار بيعترد طريقه هو بيهرب وفجأة وبدون اي تفكير هجم العجل على الحمار ونطحه بكوة كبيرة وطبعا الحمار جري مخدود من قدامه حتى مش فاهم ايه اللي عمله اما العجل ده بقى فكرر يهجم على صالون الحلاقة وخرج كل الناس اللي كانت بتحلق بره وبهدل الدنيا خالص وكأنه بيقولهم انتوا قاعدين بتحلقوا والناس بره عاوزة تتبحني اطلع بره المحل منك ليه مفيش عيد خلاص وده كمان عجل من الواضح انه تعب من كتر الجري فكرر يدخل الصيدلية يشوف علاج طبعا واضح رياكشن الدكتور كان مصدوم قد ايه والعجل دخل عليه في احدى الكرة المصرية وفي تاني ايام عيد القطحة وقع عجلي في الترعة اثناء ما كان بيهرب من الجزار ونطق احد الشباب في الترعة وراه عشان ينقزوا ويا ريتوا ما انقزوا وده لان العجل اول ما خرج من الترعة بهدل تقريبا كل الناس اللي كانت وقفة بتتفرج وده الحج احمد واولاده وكان المفروض انهم بيجهزوا نفسهم عشان يتبحوا عجل ضخم ولكن للأسف العجل فلت منهم ودس على ابن الحج احمد وبهدل كمان الحج احمد نفسه ولحسهم كلهم التراب ومش بس كده ده كمان فتح باب احد المنازل ودخل على الناس جوه بيوتهم والله اعلم عمل ايه تاني جوه البيت لما دخل المهم انهم بعد ما سيطروا عليه واسناء ما الجزار كان بيتبحوا استضم العجل بحيطه ووقعت عليه هو والحج احمد صاحب الاضحية كل اللي فات كوم والعجل ده كوم تاني تماما اسناء ما العجل ده كان هربان من الجزار طالع شاب من وسط الزحمة وقال سبهولي انا هسيطر عليه لوحدي ومسك الحبل بتاعه ودرب العجل بفطنه برجله والمفروض انه كده جامد وبيعرف يسيطر يعني اكيد طبعا مش ده افضل طريقة للتعامل مع العجول المهم انه فجأة وبدو المقدمات العجل املى ففله وكأنه بيقوله انت بتضرب مين يا ابن انت عبيت وقام داخل فيه العجل براسه وداسه وبهدله تماما والناس اللي موجودة يحاولوا يحوشوا في العجل وهو ابدا مصمم يقضي على الشاب وياخد حقه منه فاحد المرات هري بعجل على الدائري وسط العربيات والزحمة وبسببه تعطلت حركة المرور والحياة وقفت حرفيا اي حد راجع من السفر كان العجل الهايج بيستقبله العجل ده نطح في اليوم ده تمن رجال على اقل تقدير ده غير العربيات والتكاتك اللي دخل فيهم براسه هل عندكم اي تجارب سيئة مع وجول قبل كده احكولي تجاربكم تحت في التعليقات وقولولي كمان لو في حيوان معين حابين نتكلم عنه في حلقاتنا الجاية اما بقى لو اول مرة تشرفونا فياريت طبعا ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وده عشان توصلكم كل حلقاتنا المميزة واللي اكيد اتغير لكم موتكم كان معاكم اخوكم محمد جابر واشوفكم على خير قريب جدا في حلقة جديدة